ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد براشد الزياني وفدى مملكة البحرين المشارك في معرض بورصة السياحية الدولية والذي تجرى فعاليته في مدينة برلين الألمانية خلال الفترة من التاسع إلى ثلاث عشر من مارس الجاري وتروج هيئة البحرين للسياحة والمعارض في هذا الحدث العالمي أخير تطورات قطاع السياحة والضيافة وأحدث البرامج والمشاريع والفعالية النوعية بمملكة البحرين وقالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن المعرض سيتيح للمشاركين الالتقاء بالمؤسسات السياحية من مختلف دول العالم لمناقشة وبحث صفقات تجارية تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وقد بلغ عدد المشاركين من مملكة البحرين المشاركين في هذا العام 12 مشاركا ما بين فنادق وشركات السفر والسياحة ومؤسسات ذات علاقة وذلك بزيارة شركات سياحية مقارنة بالعام الماضي وأشرت إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تقوم بالتعاون مع الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية ومجموعة فنادق إليت بخلق بيئة جاذبة في جناح مملكة البحرين بإطلاق مسابقة يومية لرجال الأعمال والسياح بالتسابق في حلبة البحرين الدولية عبر مركبة إلكترونية ويقدم للفائز كل يوم جائزة هي عبارة عن تذكيرتي سفر وتذكيرتي دخول سباق فورميلا واحد البحرين مع إقامة في إحدى فنادق مجموعة إليت حيث يعد معرض سوق السفر العالمي في برلين واحدا من أبرز الملتقيات الدولية المتخصصة في صناعة السياحة العالمية ويشارك فيه أكثر من عشرة ألاف عارض من جميع إنحاء العالم طبعا نحرص نحن في كل عام أن نكون متواجدين في معرض سياحة دولي في برلين الـ ITB لهذا المعرض من أهمية عالمية في سوق السياحة والسفر العالمي السنة طبعا المعرض يحتفل بنسختها الخمسين واستمعنا بالأمس كيف تطور هذا المعرض من تسع دول في نسختها الأولى إلى 180 دولة مشاركة في هذا العام بالنسبة لنا السوق الأوروبي سوق مهم وإحنا الآن نطمح إلى ترويج البحرين كوجهة للأفواج السياحية الأوروبية بالأخص في سوق الألماني وفي السوق البريطاني فإحنا السنة متواجدين هنا لنقدم ما تعرضها البحرين من منتجات جديدة من فعاليات جديدة لكي نجذب السائح الأوروبي في الأفواج السياحية ترجمة نانسي قنقر